السياسة الأمريكية أصبحت أكثر وضوحا إزاء قضية الصحراء المغربية بل وأكدت على مغربية الصحراء وهذا الطرح وهذا التقارب يعني أولا الأهمية الوفد ثانيا التوقيت وهو مهم جدا في الآوينة الأخيرة صدرت العديد من التقارير التي بالفعل تكشف حقيقة عن نزوع المحور الآخر الذي أصبح ينشطه نسبيا في القرى الإفريقية وهو المحور الإيراني الروسي وطبعا بدعم منه باتفاق أو بتنسيق مع الجزائر وهذه المنطقة أو هذه التقارير التي تؤكد على هذا الخطر الداهم الإيران في المنطقة طبعا تشكل طرفا حقيقيا للصراع والتنافس وجود طبعا بؤر للتوتر مستمرة تراجع الفرنسا عن كونها المستعمر القديم الذي طبعا في الحال يحتضن أو الدول الإفريقية الكبرى التي تحاول أن تخرج من عباء الفرنسية بشكل نهائي الآن مجموعة من الدول المنطقة الساحل الغنية تحاول أن تنسل تباعا من سطوة باريس ومن سيطرة باريس التي تدبر لسياسات داخلية ولسياسة الإنقلابات داخل القارة الإفريقية إذن القيمة الوفد والتوقيت مهم جدا من خلال مجموعة من هذه التقارير التي أكدت على الخطر الإيراني وأيضا العنصر الثالث يتعلق بتدعيم هذا المحور الأمريكي والشراكة الأمريكية المغربية باعتبار المغرب أيضا رائد في مجال محاربة التطرف محاربة الإرهاب وهي قضايا أيضا تشغل الحليف الأمريكي الذي يحاول إعادة جدولة أو ما يسمى بإعادة ترتيب أوراق المنطقة من خلال أيضا تموضع كقوة أساسية ومحاولة نزع الهيمنة الأوروبية وخاصة لفرنسا وتأكيد على هذه الشراكة من خلال الجانب الميداني والعملياتي كما جاء على اللسان زميلي سياد رحمة الملكاوي الذي أشار بالفعل إلى هذه القوة العملياتية العسكرية فأظن أن الجانب الصناعة العسكرية هو أيضا جانب مهم جدا يشغل بال المسؤولين أو يشغل بال الديبلوماسية المغربية وأيضا المؤسسة العسكرية بقيادة صاحب الجانب الملك محمد السادس الذي يسعى فعليا إلى أن يكون المغرب قطب عسكري صناعي